السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر المسار التكنولوجي سوف ندرس اليوم الوحدة الثانية بعنوان البيانات الضخمة وذكاء الأعمال درس الوظيفة الإضافية Excel Solver الجزء الثاني أهداف الدرس كالآتي أولاً أن يعرف الطالب مشاكل التحسين في برنامج Excel ثانياً أن يتعرف الطالب على كيفية تفعيل وظيفة Solver ثالثاً أن يستطيع الطالب ضبط معاملات Solver والآن مع المصطلحات الجديدة للدرس المصطلح الأول Variable Cells Variable Cells وتعني الخلايا المتغيرة المصطلح الثاني Constraints Constraints وتعني القيود سوف نبدأ عزيز الطالب بشرح مشاكل التحسين في برنامج Excel وتحديداً Excel Solver وهي أداة قوية تتعامل مع مشكلات التحسين حيث يمكننا استخدام ورقة العمل الخاصة بها لإدراج متغيرات وقيود النموذج وتشغيل الأداة للوصول إلى النتائج المثالية وتعتبر هذه الأداة مناسبة جداً لشريحة كبيرة من المستخدمين بغض النظر عن خلفياتهم الرياضية أو البرمجية فهنا عندما يحتوي نموذج على متغيرين للقرار فيمكن استخدام الطريقة الرسومية لحل النموذج ولكن المشكلة أن عدداً قليلاً جداً من المشاكل في العالم الحقيقي تقتصر على متغيرين فقط لذلك فبالنسبة للمشاكل التي قد تحتوي على أكثر من المتغيرين فإننا نحتاج إلى استخدام تقنيات وحسابات معقدة لإيجاد الحل الأمثل لها ويطدح عزيز الطالب أن هنا يوجد مقارنة بسيطة بينه في حالة وجود متغيرين للقرار وفي حالة وجود أكثر من متغير للقرار في الحالة الأولى يمكن استخدام الطريقة الرسومية لحل النموذج بينما في الطريقة الثانية عند وجود أكثر من متغير نحتاج إلى استخدام تقنيات وحسابات معقدة للوصول إلى الحل الأمثل وهنا أيضاً تعريف مهم جداً وهو المشكلة الخطية Linear Problem وتعرف المشكلة الخطية بأنها النموذج الذي تكون فيه الخلية المستهدفة وجميع القيود طبعاً عزيز الطالب جميع القيود بخلاف قيود العدد الصحيح تعتبر دوال خطية لمتغيرات القرار وبذلك يمكن تسميتها بالمشكلة الخطية أو Linear Problem وحلها يكون أسهل من المشاكل غير الخطية Non-Linear Problem سوف نبدأ مع عزيز الطالب في التعرف على الجزء العملي من هذا الدرس وهو كيفية تفعيل الوظيفة الإضافية Solver وقد درسناها في الدرس السابق ولكن سوف نتعرف عليها بتفصيل أكثر نقوم بتشغيل برنامج الإكسل وفتح الملف الذي قمنا بإعداده سابقاً ومن قائمة File أو ملف نقوم باختيار الأمر Options أو خيارات سوف نجد على القائمة على اليسار Add-ins الإضافات ومن خلال Add-ins نختار من تلك القائمة Excel Add-ins وننقر على زر Go نجد هنا Add-ins Available أو الإضافات المتاحة نجد منها Solver Add-ins وهذه الأداء التي نريد إضافتها على برنامج الإكسل ونضغط OK سوف نجد هنا أنه قد تم إضافة الأمر والأداء Solver في الحقل Analyze وفي قائمة Data إذن قائمة Data ثم نذهب إلى الأخير ونختار الأمر Solver وهكذا نكون قد أضفنا الإضافة المتميزة Solver وسوف نتعلم لاحقاً كيفية التعامل معه والآن عزيز الطالب مع ضبط معاملات الوظيفة الإضافية Solver قد تعلمنا كيف نقوم بإضافة تلك الوظيفة الإضافية إلى برنامج الإكسل والآن يجب أن نتعلم ما هي معاملات تلك الوظيفة وكيفية التعديل عليها ومن خلال برنامج الإكسل وفي نفس الملف نقوم باختيار القائمة Data ومنها الأمر أو الإضافة Solver سوف نجد هنا بعض الخانات التي يجب أن نتعلم ما هي فائدتها وكيف نقوم باستخدامها الخانة الأولى Set Objective وهي الخانة التي من خلالها نقوم بتحديد الخلية المتغيرة أو المستهدفة التي نريد أن نغير القيمة الموجودة بداخلها يمكن أن نقوم باختيار الخلية J8 ثم العودة مرة أخرى إلى النافذة الخاصة بSolver Parameters الخيار الثاني إلى ماذا نريد أن نحول القيمة الموجودة في تلك الخلية To Max أي القيمة القصوى Minimum أو Min من القيمة الدنيا Value of قيمة محددة تحددها من خلال تلك الخانة سوف نقوم باختيار Value of ونقوم بتعديل الصفر إلى 10 ألاف كي نلاحظ الفروق والتغيرات في الخلية التالية By Changing Variable Cells وتعني الخلايا المتغيرة التي نريد أن نغير في قيمها كي تصل القيمة النهائية لتلك القيمة إلى 10 ألاف نقوم باختيار هذا السهم وتحديد جميع التكاليف نريد أن نغير في مجموعة التكاليف كي نصل إلى الدخل النهائي الذي يساوي 10 ألاف انظر عزيز الطالب لقد تم تغيير الخلية إلى B2 إلى D6 ونجد علامة الدولار ساين تلك العلامة والتي تعني تثبيت الخلية ذلك المستطيل والذي يجب أن يحتوي على الخلايا المقيدة أو الخلايا التي لا نريد أن نجري عليها أي التعديلات يمكن إضافتها من زر Add ونختار الثابت أو القيد الذي نريد عدم تغييره ونفترض أنه عدد القطع المباعة لذلك المنتج وأن يكون قيمته تساوي 150 وننقر على OK إذن هنا قمنا بإضافة معادلة خاصة بتلك الخلية وهذه المعادلة لا يمكن تغيير قيمة الخلية بها إلا في حالة مساوات الماء وخمسون ثم ننقر على Solve لاحظ عزيز الطالب أنه بعد النقر على Solve قد تحولت قيمة الخلية إلى عشرة آلاف وقد تم تعديل الخلايا المرادة وتم تثبيت تلك الخلية لم تتغير قيمتها عن ذي قبل وهكذا نكون قد تعلمنا الجزء الأول في تعديل معاملات الإضافة Solver من خلال برنامج الأكسل ترجمة نانسي قنقر